الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين من جملة الأعضار الموبحة للإفطار في رمضان دم الحيض ودم النفاس المرأة التي تجيها العادة الشهرية أو المرأة التي تجيها حالة النفاس التي تجيها عقب الوضع أو عقب الولادة فكتروج هناك أفكار وكتروج هناك بعض الأمور في بعض الفيديوهات وكتروج بعض الناس أن المرأة الحائد خصها تصوم هذا غلط وهذا الشيء ما خصتش نسمعوا له لأن العلماء دي الأمة كلها أجمعوا على أنه يجب على المرأة الحائد أن لا تصوم وأن لا تصلي وأن الصوم والصلاة في حقها حرام أنه هذا ورد بالآثار وبالأحاديد دي النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هو إجماع علماء الأمة ولذلك لا يلتفت إلى بعض الأقوال أو بعض الدعاوة لك تروج على أن المرأة الحائد والمرأة النفساء يجب عليهما الصوم أو تجيب عليهما الصلاة ولذلك قد يكون تضيع الوقت وهضر للجهد في غير محل هذا لا ينبغي لذلك المرأة الحائد والمرأة النفساء من الحق ديالهم أنهم يفطروا والفطرة ديال العادة الشهرية أو الفطرة ديال النفاس لذلك تمتد ما بين 40 و 50 يوم تقل أو تكتر وقد تكون يوم أو يومين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك ولكن يجب عليهما قضاء الصيام لا يجب عليهما قضاء الصلاة ولكن يجب عليهما قضاء الصيام فلذلك من جملة الأعذار الموبحة للإفطار هو مسألة العادة الشهرية أو خروج ذم دم النفاس فهما عدران مقبولان شرعيان والمرأة كتكون في واحد الوضعية اللي ما تسمحش لها بالصيام وحتى من ناحية الصحية ومن ناحية الهرمونية كيكون هناك تأثير ديال الدورة الشهرية على المرأة وكذلك لما تكون عاقبة فطرة الولادة كتكون في واحد الحالة فلذلك الشرع راعة الحالة ديالها وأذن لها في الأخذ برخصة الإفطار وعليها القضاء هذا كل ما يلزم ولا ينبغي الالتفات كما ذكرت إلى بعض الدعاوة أو بعض الأقوال اللي كترج هنا وهناك هذه أمور لن أبه بها ولن نلتفت إليها والله تعالى يوفقنا ويشددنا لما يحبه ويرضاه ترجمة نانسي قنقر